بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وقتم وتسليم تحية طيبة وبعد نلتقي معكم في خاطرة جديدة بعنوان عثرات على الطريق طبعاً أي طريق إحنا بنبقى ماشيين فيه بيبقى عبارة عن خطوات تمام؟ خطوات لها بداية ومفروض أن لها هدف أو لها نهاية دايماً طرق الخير أو طرق مشروع أحياناً بيقابلك في خلال طريقك عثرات تمام؟ العثرات دي أحياناً بتبقى ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى خاصة لو أنت ماشي فيه طريق حق أو طريق خير فالربانا سبحانه وتعالى بيختبلك ببعض الاختبارات يشوفك هل أنت قد المسؤولية ولا لا هل أنت جاد في وقوفك مع الحق ولا هو كان موقف تعاطف كده سريع وعزمتك ضعيفة مع أول اختبار حدوع طبعاً ربانا سبحانه وتعالى عارف لكنه ربانا سبحانه وتعالى بيقيم عليك الحجة مش أكثر من ذلك وفيه أحياناً بتبقى عثرات نتيجة ظروف خاصة لو أنت بتعمل أي مشروع دنياوي بيقابلك فيه بعض التعثرات المادية ساعات بتتعب جسدياً مثلاً بترهق بتقابلك بعض المشاكل نتيجة اختلال السوق مثلاً او اختلال الظروف اللي حواليك تمام فإنت في الحقيقة لازم تكون متوقع هذه العثارات ومستعد لها والحكاية دي بتتم لو أنت عندك يعني زيون الإدراك تام بهدفك الرئيسي من المشروع بتاعك أو الطريق اللي أنت ماشي فيه وإدراك تام كمان بالظروف اللي حواليك وظروف السوق اللي حواليك وظروف الناس اللي حواليك تمام؟ قبل ما تبدأ تمشي في طريقك بالإضافة كمان أنت تبقى مجهز نفسك ومجهز إمكانياتك قبل ما تبدأ تعمل أي خطوة من خطوات الطريق بتاعك بحيث أن تكون متوقع المشاكل اللي ممكن تحصل وحتحلها إزاي؟ وياريت لو كان معاك الحل يكون جاهز معاك كمان يعني لو أنت مثلاً هتبدأ مشروع خلاص فأنت عايز تبدأ مثلاً برأس مال معين ده لبداية المشروع عشان توصل لرأس مال معين تاني ده الهدف ومتوقع أنه ممكن يحصل كسات في السوق يحصل مشاكل فهيبقى معاك دايماً فلوس أو مدخرات جانبية غير رأس المال دي في حال إذا حصل مشاكل أو حصل ركود أو حصل أي حاجة في خلال الطريق اللي أنت ماشي فيه نفس الكلام بيتم لو أنت برضو بتطالب وبتحضر وبتذاكر فلازم يكون وحكي ما في الجزئة دي قبل كده في الإنجاز تمام أنك أنت يكون معاك المنهج بتاعك تكون مجمعه كويس تكون مرنزم وقتك تكون عارف هتعبد ربنا إمتى الصلوات بتاعتك هتذاكر إمتى هتشتغل إمتى منظم وقتك ومنظم حياتك وبحيث أن أنت إذا حصل لك أي مثلا تعثرات مثلا لقدر الله من رط مثلا أو لقدر الله حصل لك ظروف منعتك أنك تقرأ أو تذاكر لفترة من الوقت لازم تكون مستعد أن في خلال الفترة دي إذا مثلا ما داتش تذاكر فأنت هتعوضها إزاي تمام ويستحسن أنك تكون سابق عن وقتك وعن حاجاتك في أشياء معينة قبلها بكذا يوم تكون مذاكر أكتر وكلام زي كده بحيث إن إذا حصل لك ظروف صحية ظروف منعتك تذاكر تكون أنت مذاكر ومسبق يعني في هذه الأشياء غير الاستعداد بقى التام والتحسب ده أنت مفروض كمان تكون إنسان مرن يعني عندك دايما القدرة على المرونة والمروغة وتغيير الأدوات من أجل الوصول إلى الهدف بس طبعا تكون تغيير الأدوات وتكون بأدوات مشروعة أكيد لأن في النهاية ما توصلش الدرجة إن الرواية تبرر الوسيلة مثلاً بس إحنا عابلنا نتكلم معكم نارضع جزئية دي عثرات على الطريق نتمنى نكون إن شاء الله فإدناكم بمعلومات جديدة أو كلام جديد عليكم ونلتقي معكم إن شاء الله في خطرة جديدة قريبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر